وفي إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخة قبة 27 بمدينة شرم الشيخ أقيم مستشفى ميداني في إطار خطة التأمين الطبي التي تنفذها الدولة بالمدينة طاقة الخضراء داخل نطاق مركز المؤتمرات الدولية أقيم هذا المستشفى الميداني الذي يتم تشغيله لأول مرة في مصر في إطار خطة التأمين الطبية التي تنفذها الدولة المصرية ضمن استعدادات استضافة مؤتمر المناخ بنسخته السابعة والعشرين حيث يشتمل المستشفى على التجهيزات والمستلزمات الطبية للتعامل مع مختلف الحالات وهو متصل إلكترونياً بمستشفى شرم الشيخ ويقدم خدماته على مدار الساعة كما يعمل بالطاقة الشمسية المتجددة تماشياً مع أهداف المؤتمر المستشفى هنا انشأت في متواصلها ما بين المنطقة الخضراء ومقاعة المؤتمرات المستشفى مجهزة تجهيز كامل نحن عندنا فيه أربع أسرة استقبال مرضى مجهزين على أهل تجهيزات عندنا معمل عندنا أشعة متنقلة عندنا سلوار متنقل عندنا صيدلية داخلية عندنا أربع أسرة رعاية مركزة كاملين بأجهزة تنفذ صناعي عندنا عشرين أسرة إقامة داخلية عندنا غرفة عمليات مجهزة على أهل تجهيزات المستشفى الميداني يجتمل على أربعة أسرة للاستقبال والطوارئ وعشرين سرير عناية متوسطة للقسم الداخلية وأربع أسرة عناية مركزة بجانب غرفة عمليات متكاملة ووحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية ومعمل للتحاليل الطبية وصيدلية لتكتمل بذلك المنظومة وتغطي الحالات الطارئة وتلك التي تحتاج إلى تدخلات أخرى نحن حاليا في غرفة الفحص الأولي لاستقبال المريض أي مريض يترضل علينا أن نستقبله في الغرفة دي نبدأ أن نرى علامات الحاوية مثل الضغط السكر النبض نرى المريض شكوته إيه لو محتاج علاج بسيط نوصفه العلاج ويأخده بعد كده في غرفة العلاج أو محتاج حالته تستدعي نحن نعمل استكمال الفحصات سواء أشعة أو تحاليل بيكملها في بقية المستشفى ونعمله اللازم شغله نحن الآن داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى الميداني المصغر بمدينة شرم الشيخ واللي معمول ضمن الفعاليات التأمين الطبي لمؤتمر المناخ كوب 27 غرفة الرعاية المركزة في المستشفى الميداني قوتها أربع أسرة الأربع أسرة دول مجهزين بكامل التجهيزات الطبية طبقاً للمعايير العالمية ومعايير الجودة المصرية والتابعة لهيئة الرعاية الصحية مجهزة بكل التجهزات الطبية من جهزة قياس العلامات الحيوية الإلكترونية استعدادات نهائية تنفذها الدولة ضمن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ الأممي المهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية الصحية الفائقة للوفود المشاركة بالاعتماد على الخبرات البشرية والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأزمات والطوارئ من خلال المستشفى الميداني ومستشفى شرم الشيخ الدولي والتكامل مع الخدمات الطبية الأخرى سالي سالم التلفزيون المصري